خلينا نروح لكابتن رجب بكار يعني كان لعيب جامد جدا جدا يعني ظهير ايمن لعب سيراميكا ولعب بيراميدز ومن اللعيبة المميزة جدا وكان حريف وشويت ووفرات وكار عالية لكن فجئت كده ان هو اعلى ان احتزاله يعني كابتن رجب ازاي؟ حبيبة كيمو اهلا وسهلا بك حبيبة ارحب بك في البداية ومبسوط اني معاك النهار ده حبيب الله يخليك اخبارك ايه؟ كله زي الفل حبيب تمام الله كله زي الفل حبيب قل لي اخبار الدوري الجديد معاك ايه؟ الدورة الاولى الدوري دور المسلم ده لسه طبعا بادي الاسبوع الاول طبعا لسه طبعا متابعتش كل الماتشات اه عرفت طبعا النتائج بتاع الاهلي وصيراميكا النهاردة 5-2 وازاي مالك كان امبرا برضو كان ماتش مع البنك الاهلي الدوري طبعا قوي يعني من وقت وجود برضو بيراميدز قوة للدوري في المنافسة يعني في المربع ومعاهم فرقة كبيرة برضو زي الاتحاد دلوقتي السنة دي برضو مدعم وجاي مدير فني كويس جدا والبنك الاهلي طبعا برضو مع الكابتن طارق طبعا تعرف ان الدوري ما بيتحزمش يعني في الاسابيع الاولانية دي يعني اه داوي فاهمني فلسه طبعا بس انا بتكلم كمؤشر الاسبوع الاول ما تشطوا في اهداف وفي واحد وعشرين هدف تم تسجيلهم نهاردة نتيجة كبيرة لأهلي اكسف سيراميكا الخمسة مبالح 3-2 الزمالك والبنك الاهلي هو كريم ان تعرف ان الدوري بتاعنا من وقت كمان ما كان كابتن حسن ربنا ادي الصحة فكان مسك طبعا منتخب بس كان يفرق مع الدوري بتاعنا طبعا الجماهير يعني ان شاء الله الجماهير بترجع واحدة واحدة تمام بس الدوري اللي هيزيد قوته وان المدرج يتقفل ومن خلالك برضو ان احنا بناشد الجماهير ان هي ترجع ان شاء الله بيزني للمدرج لان هو الجماهير هي اللي بتخلي شكل الملعب حلو يعني انا كلاقي بكورة بحب بلعب وسط جماهير اخد بلعب كلاقي مثلا لما لاقي الجماهير كات اهلي او زمالك او اتحاد او مصري الفلاة الشعبية يعني او غز المحلة فالجماهير بتدي شكل للدوري بتدي شكل كبير يعني بتدي دافع كمان للخصم قبل ما يكون صاحب الارض يعني انت بتبقى مبسوط وانت بتلعب وسط جماهير ونفس القصة برضو احنا نتمنى ان الجماهير برضو تلتف حوالي المنتخب يعني ده مدرب وطن الكابتن حسن برضو بتاع فعايزين نرجع برضو ايه عاصر الكابتن حسن شحات وكان الكابتن قبل الكابتن حسن شحاته كان الكابتن الجوهري فالمدرب الوطني هو اللي بيعرف يطلع من اللعيب كل حاجة زي الكابتن حسن برضو شوف التلاتة ام افريكيا والمنتخب كان عامل الجاي والجيل كان عامل ازاي فكان ده مدرب وطني قريب لللاعيب برضو عارف اللعيب المصري بيحب ايه بيقرأ ايه فاحنا نتمنى ان احنا كلنا نلتف حوالي كابتن حسن والجماهير كلها عشان نوصل للهدف تبقى ما شاء الله عامل نتائج كويسة يعني جدا اربع مطشط في التصفية واستغرب جدا والله يا كريم ان بيتهاجم برضو يعني اوه كده عادي عادي يعني كابتن حسن شحاته وكابتن جوهري انجازات وكل عقل انه بيتهاجمه بس كابتن حسن في وقته مكنش سوشال ميديا مكنش فيه سوشgee Mazs كان اعلام كان فيه ناس اه كان فيه ناس اه كان بيتهك شوء وقتها بس في وقت برضو مع كابتن حسن دلوقتي يا كريم يعني بالعاكس انا شاهد ان احنا كلنا ملتفين دا انا ب訴ى اللعاميان مبتتكلمش اعلاميان انت عادي احسان خليبالك يا رجب السوشال ميديا ما تجدرش تحكم فيها ان اي حد يكتب اي حاجة طبيعي بس برضو اللي بيفهم في الكورة اللي بيحب كابتل حسام اللي ما بيحبش كابتل حسام فاهم؟ يا حبيبي انت الحب والكورة انا بتكلم كفني في العكس ده السوشيال ميديا قبل ما كابتل حسام يمسك المنتخب معظم 3-4 السوشيال ميديا و95% كانوا بيطالبوا ان كابتل حسام حسن يمسك المنتخب يا كريم واشكليتنا احنا بنحاسب المدرب المصري بالقطع بمعنى يعني كابتل حسام مثلا ماتش كرواتية تمام؟ كان بكورة دهولية ولسه كانت بادية وعملنا ماتش كويس البطولة نفسها عملناها بطولة كويس فبرضو من هنا ابتدت الكابتل حسام يتقيم طب لو اتقيم على النتائج الكابتل حسام النتائجه كويس ولا انت رأيك ايه؟ النتائجه هايلة هايلة ممكن تختلف معاه لسه ماتش كرواتي ده كان اول ماتش طب انا بكلمك فيه ناس مسكت وناس برضو ناس تلعب مع تاني العالم ساعتها هو ده طبيعي يعني حتى برضو مع الكابتل حسن كان كسب أمه أفريكيا وكسب 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 خلو بيضعه فيه عادي ده طبيعي يعني ده طبيعي دي الشعب بس انا بكلمك في ايه؟ ان مثلا احنا دلوقتي ده مدرب وطن احنا جربنا بعد الكابتل حسن انش حدا كان مدرب اجنابي كتير صح؟ طب ما خلاص احنا دلوقتي بردلي وكوبر وراجل بتاع المكسيك ده اسمه أجيري وأجيري وفيتوريا خمسة ستة وكوبر يعني الخواجة الوحيدة اللي احنا بعد الكابتل حسن نجحنا معه كان كوبر كوبر لو ودنا كاس عالي مع اختلاف الأداء وكان بلعب بشكل فاعي بس ودك للهدف اللي انت عاوزت صح؟ وتاني أفريكي يعني عايز اقول لك الحاجة ان انا عارف من دلوقتي ولو الكابتل حسن رحمه أفريكيا وما خدهاش برضو هيتهاجم وخلاص هيكمل خلي بيك او ممكن ما يخدهاش مع احنا مش ضمنين انت برد و بتلعب مع مونت بس احنا بتيتكلم يبقى الشكل حلو بس انت احسب وتقدي بشكل كويس وتوصل قبل نهائي على حاجة احسب علي و هنا في برنامجك ان انا اقولك ان شاء الله كابتل حسن ميقعد البطولة دي Kagأتمنى تمام لان انا اتمرنت معه امم افريقي اه امم افريقي اه وان شاء الله ياهلنا كاس عالم اه اتمرنت معه كابتل حسن حسن اه اتمرنت معه مدير فن كبير اتمرنت معه فيين اتمرنت معه في براميد رامون دياز رامون دياز كامل الموسم كان مع المستشار تورك الشيخ هو اللي جابه وقتها كامل الموسم بعد كده بقى النادي تحول لملاك تانين يعني اي جابه بقى الادارة اللي هي مسكة حاليا دي تمام وابعدين كنت اتمرنت مع كابتل حسام اه كنت مبسوط انت بقى بالفترة دي يعني كابتل حسام كمدرب بس انا اتمرنت مع كابتل عليك الكابتل يمان محمدين طبعا هو اللي جابني من الصعيد انت من مين يا اساس انا اساسا بس الاساس طبعا جزيرة راجح من جينا من اسنا من جينا بس انا عادين في مغاغة يعني انت الاساس من انا من انا بس انا اتربيت ونشأت وجدود وكلهم في مغاغة في مغاغة وعيلتي في مغاغة في قرية اسمها قرية شارونا اللي انا اوجل لها التحية طبعا طب واهلي كلهم في البلد دي جدودنا يعني كلهم احنا متجزرين من القرية دية تمام بدأت حياتي طبعا في مغاغة وبعدين روحت مغاغة على الالمونيوم جابني الكابتل غير حامو طبعا وكابتل حدد محمد الحدد في الالمونيوم حتى كان فيه رسالة جايلك على الهواء من كابتل محمود مرزوق في الالمونيوم سفاجة روحت انت مع كابتل حسن كان ماسك المينيا كان ماسك المينيا وكابتل حسن ساعدة صعد المينيا كان الجيل بتعلاق ابراهيم الكابتل محمود مرزوق قال لي كابتل كريم فاكر النقطة دي كويس فجابني الكابتل حدد الله رحمه وتمرنت مع الكابتل صبر فراج وكابتل محمد الصنباطي وطبعا الالمونيوم من تعرف زمان كانت فارغة كبيرة ليه بقى لان الالمونيوم كان بيتمد على أولاده حتى الإضارة يعني احنا قطع الناشين مين في قطع الناشين في الالمونيوم مرحوم محمد عبوهاب تمام سيد معوط عمر جمال ميدو جابر رجب بكار عبد العزيز إمام ده رعيبك وليه جمده مين أخ روحت عبد العزيز إمام ده حبيبك ده عبعيز إمام بيتروزيت ده لعيب جمال آآ ده لعيب كبير آآ 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 كمان آآ آآ ولعب سموحة شوية آآ آآ و كتير وكان كابتل حسين عبدالطيف و كابتل حمامي براهيم و كابتل سعادي براهيم فالالمونيوم ولاد بقى أولاده تمام فالمشكلة في دلوقتي في المجلس يعني المجلس اللي هو في المسكين في الندف العلمونيوم يعني بيجيبوا لعيبة من بره لا والكوادر يعني كان الكابتن محمد لحد الله رحمه كان رئيس قطاع ناشئين كان بيجيب من وكان الله يرحمه كابتن جابر عب عزيز وكابتن جمال عبد الناصر مش عايزة نسى حد يعني اي فكانوا بيعتمدوا بيجيبوا المواهب كلها من الصعيد من الفيوم للأسوان الألمونهم كان بوعب على الصعيد احنا مسموها للصعيد فالمشكلة اللي مسكين دلوقتي ما بيعتمدوش على القطاع تاعت او ان هم يجيبوا مثلا يجيبوا مثلا يعملوا لجنة فنية من أولاد النادي لأنهم اللي يخافوا عن النادي زي كابتن محمول مرزوق أو كابتن محمد الصباط أو كابتن صبر فراغ المجلس ده بعد الناس دي خالص عن النادي ومعين الناس دي من أبناء النادي ومن البلد وديتي فريق جدا يعني هو اللي يخاف على المكان ويخاف على ال فأتمنى ان الألمونهم يرجع لأن الألمونهم من موسم 2007 مرجعش الدارة مرجعش ده بقى الألمونهم الوقت كمان تانية به تانية به نزل من المحترفين كمان تحت المحترفين والمصاريف كبيرة جدا اللي بتتصرف نواية بتانية به فأتمنى أنه يرجع للمونيوم زي ما احنا تعاودنا احنا تربينا في النادي ده والنادي اللي فضل علينا يعني هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع رجب بك حبيب يا كيمة ويطلع فاصل يعني نرجع تاني مع رجب بكار ومركز انت بتلعب فيه دايما الباك رايد ده قليل او في مصر بصها كيمة انا كنت جاي اتكلم في حاجة تانية خالص بس انا هتكلم معاك بقى في الحلقة زي ما انت عاوز هتماشي الحلقة زي ما انت عاوز لا انا هتسألك هو لا اما انا بقولك يعني انا كنت جاي انا كنت تتكلم فيه بس انا عشان خطر كنت بس عشان احبك نحية اللي مين اه نحية اللي مين باك رايد مين الباك رايد اللي انت شايفه افضل باك رايد في تاريخ مصر رجب بكار رجب بكار لا كان كابتن ابراهيم حسن كابتن ابراهيم حسن طبعا وبعد كده ييجي بعد كابتن ابراهيم طبعا جاي كابتن احمد فتحي طبعا اللعيب كبير ومعيني دي مش حتته ودولهات طبعا بنا تمنى التوفير لهاني لانهاني شخصية محترمة وهو الباكاريت بتاع منتخب مصر دلوقت اي وجاي احمد عيد تمام احمد عيد مصري ومعيني انا طبعا لو موجود وكملت الحمد لله يعني انا كنت مصنف انا لو كنت بنافس فتحي كان في احمد المحمدي برضه وكان احمد المحمدي دي كان محسوب على الجيل كان محسوب على الجيل بتاع كابتن كان طبعا بكاريت كويس والوحيد دي تحسب له ان البكاريت محترف ويكمل في الدورة انجليزي لحد ما يعتزل دي تحسب للمحمدي انا ممكن اكون اصققت ناس بس هنا طبعا العلامة في البكاريت هو كابتن ابراهيم كابتن ابراهيم حسن اه كابتن ابراهيم حسن ويجي بعد كابتن ابراهيم بقى يجي رجب بكار يجي يجي اللي يجي بقى فاهم كابتن احمد فاتحي يجي كان فيه برضه كابتن ياس الردوان كابتن ياس الردوان طبعا نا انا مش عايز انسى وكان كابتن مصطفى عبدو كابتن عب لطيف لعب برضه فترة في منتخب الزمان اه كابتن حسن طبعا بس انا بكلمك على لانا عصرته انت شفته بعينيك اه كابتن مارين حسن اخذ بالك كان كابتن مارين برضو كان باكرايت جبار مين دلوقتي احسب باكرايت في مصر دلوقتي حاليا نصف الدوري اللي بتلعب في الاندية المصرية اه دلوقتي انا كنت حط لقين على حد كده كان مطلعه كابتن على لعب عالم اسمه احمد محمود احمد محمود الراح الزمالك لعب الزمالك الواد ده بكرته كويس بس اللي موجود دلوقتي طبعا بس ما اخدش فرصته بسه في الزمال اه ولازم ياخد فرصته ده يعني لازم ياخد فرصته لكن اللي كويس دلوقتي شايف باكرايت طبعا في الدوري اللي هو اخد عينيه الشيبي الشيبي لعب البيرامز المغرب اه يعني الشيبي تمام لكن تتكلف في المصريين في المصريين هاني دلوقتي يعني هاني هو اللي يعني هو اللي مصنف دلوقتي انه دمناش غيره هو باكرايت بتاع المنتخب ويجي الواد احمد عيد احمد عدة بكراتك كويس الكابت الحسام ضم المطشل وفيه لعبة كويسة كتير يعني فيه انا اعرف ان الكابت الحسام يحط عنه على الناس يعني فيه عندك مثلا في الاسماعيلي فيه مساك اسمه محمد ناصر كان مطلعه وكاتن هابر الله يرحمه ويسامحه وفيه تفندر اسمه بايومي بايومي اه افتكر الاسمين دول كويس وفيه برضو مجموعة كويسة اوي في في سراميكا ايه تمام وفيه في البنكة عندكو برضو يعني الفرقة شكلها كويس السنة دي ومعنى ليسا ما اتفرجتش والله البنك مبالي عمل مطش كويس مع الزمانك بس النتائج بس مشكلة البنكة يا كريم يعني مشكلة البنك في النتائج برضو يعني انت مثلا الفرقة الفرقة بتاعت البنك احسن لعيبة وطب ايه المشكلة والله بص يا رجب يعني بالنسبة للبنك الاهلي ساعات عدم توفيق ساعات كفرقة وكسكواد وكده ادارة كمان ادارة كبيرة ومساندة بس المفروض الفرقة دي تحقت تروح في الجدول في حتة تانية غير اللي هي فيها ربنا يا موفاقه ان شاء الله في الفترة عايز بس يعني اخد رأيك كده شايف يعني احنا في بداية الدورة شايف مين الفرق اللي ممكن تنافس على بطولة الدورة؟ عندك اللي هتنافس طبع الاهلي وزمالك دي حاجة مفروغ منها يجي من بعدهم هتلاقي سراميكا برضو الخسارة بتاعت النهاردة دي مش مكياس هتلاقي الاتحاد برضو وشكل الدور الجديد ده برضو هتلاقي فيه مفاجآت يعني هتلاقي فيه مفاجآت يعني بس طبعا اللي هينافس الاهلي وزمالك طيب بعد رجب بكار لما اعتزل كورت القدم ممكن تشتغل مدرب ولا تشتغل اعمال اخرى لا هشتغل ان شاء الله طبعا ده اكل عيشي وفيه ناس افلتلي اكل عيشي ده كفنيا في الملعب والناس ده معرفين يعني للشارع وكده لكن انا طبعا ده اكل عيشي وده مجال اللي انا اتعرف اسم رجب بكار هشتغل معاك هتخش في التدريب اه ان شاء الله بإذن الله بجهز لحاجة زي كده وبرضه هبدأ في الرخص التدريبية ان شاء الله الفترة القادية لازم الدراسات والواحد اصلا كمان في الموضوع الدراسات ده لازم برضو ايه مش اعتمد على الدورات اللي هي هنا في مصر اه اعتمد اه اه اعتمد اه اعمل الدورات دي اه ان شاء الله بإذن الله هدى فيها الفترة الجاية ربنا وفقك رجب والله ان اتمنىك كل التوفيق وتلعيب مميز جدا حبيب الله يسمح اللي كان السبب بقى يشربوني سمح ويعني اتمنىك التوفيق ان شاء الله في خطوتك اللي جاية ونورتني كده بس تجينا مرة كده بدري ان ده الحلق اجهر كده ان شاء الله حبيب انا اتشرفت بك حبيبي وزي ما قلتلك اه انا اه اه كرجب بكار الحمد لله راضي على اللي انا اللي وصلت له وعلى اللي انا عملته تمام ومع ان انا كنت شايف نفس ان انا هكمل المسيرة وكنت شايف نفس الفترة دي انا انا بقุوب بالبقرة بتاع المنتخب اه بس انا خلاص هنقفل الحلقة على كده وانا احترم وجهة نظرك في ده واخدرك تمام واه اه واه واه واهاك وفي الكلمتينطبعا اه ان الا اا اه اللي انا حصلي والل انا مرت به تمام مفيش لعيب كورة مفيش لعيب كورة يعني اللي رحمه احمد رفعت اللي مر بيه مايجيش واحد في مام اللي انا مرت به فهقفل الحلقة معاك علي كده اه والتوفيق وإن شاء الله نتقابل في ظروف أحساب من كده إن شاء الله حبيب يا رجب حبيب يا كيمو بسمع لك كل التوفيق وبشكر كل تقم العمل النهاردة في كرة كل يوم ونتقابل على خير بكرة إن شاء الله